خفش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة وفي الكرة المصرية الوضع سريالي وكأن من يديرها سلفادور دالي إبراهيم أهلا بكم أشمهندس وأهلا بكم عزائي المشاهدين ومواد يتجدد معكم والحلقة السبعمية وستين من برنامج ملك وكتابة حلقة الأثنين اللي بيبدأها المهندس عدلي بداية سريالية لا ما خلص بقى أشوفه كل واحد يفهمها بطريقته الناس واخدت كرة مصرية وكانها لوحة سريالية ويقول لك كل واحد يفهمها زي ما عايز بس هي شوية شخبطة يعني هي شوية شخبطة وكل واحد يبص يا سلام كل واحد عايز يفهمها زي ما عايز بس يريد هم بيفهموها زي ما هم عايزين زي هم بيفهموها زي ما هم عايزين يفهمها هنحاول في حلقة النهاردة في بعض الشخبطة والشخبيط نشوف ما وراء هذه الشخبيط في حلقة مهمة هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله قنابل الدخان وبص العصفورة الغربال وماذا بعد اعتراف الكاف وبعض مثل لسانه الأرعة والحركات الأرعة والشموع الحمراء عن دولة حسين رجدي باشا لكن في أسرار الملك سنوات الوفاء والعطاء وأخيرا مجلاتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة اللي المهانس عادلي قالك هي الكرة المصرية وكلها لوحة شخبيط قبل ما منبص على الشخبيط هنطم منكو على الفرقة الأهلي بعد ما كسب الحمد لله مبارح مباراة مهمة مع بيرامدز وصعد لنصف نهاية كاس مصر الأديمة بقي لسه مصر الجديد إن شاء الله في بطولة الكاس الأهلي صعد على حساب بيرامدز لكن عنده مباراة مهمة في الدوري يوم الأربع إن شاء الله مع سموحة النهاردة على الفور على طول تدرب الفريق مع الكابتن سامي أمصان أدى تدريبات استشفائية في ملعب مختارة تيتش وفي صالة الجم في النادي كابتن سامي أجرى تقسيمة قوية بين اللعيبة كانت المهمة فيها يمكن الإطمئنان على بعض النقيهين العائدين أصيب محمود وحيد الحياة ويحتاج فترة من العلاج أصيب إصابة عضلية لكن أهم ما في هذا المرانا باشموندز إنه الجهاز تطمن على عودة علي معلول وحمد فاتح وحسين الشحات وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم الستة رجعوا وغاب أضيف محمود وحيد للمستشفى يعني فيه مكان في المستشفى ستة خرجوا وواحد دخل ما هو بنفضل سريف والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الحياة اللي بازل مجهود كبير مع الفرقة أكد إنه إصابة محمود وحيد في العضلة الضمة يغيب بسببها من أسبوعين لثلاث أسابيع وده خلال مشاركته في مباراة بيرامد وكان أجريت أشعل محمود وحيد ثبت إصابته ومن ثم غيابه من أسبوعين لثلاث أسابيع يعني إصابات غريبة جدا وتلاحق الأهلي واللحنا اللي مركزين مع الأهلي والإصابات وتلاحق كل الفرق ولا إي أنا مش فيه إنما هي مفهومة يعني أنت من منطقي إنك أنت تبقى الأكثر إصابات لأنك الأكثر يعني مشاركة في المتشاط والأكثر تعرضة للضغوط لكن فيه عنصر ما حدش ياخد باله منه لما فرقة بتلعبك هي مش بتلعب كل متشاطها بالفول باور بتاعها بأخصى الطاقة بالاستنفار الاستثنائي الذي تلاقي به الأهلي أو أحياناً الزمالك اللي أنت يعني ما عندكش هذا الطرف أنت بتلعب كل الفرق بقى بالفول باور بالفول باور لأنها بتلعبك بالفول باور فهو من حقه يرايح ماتش قبليك أو يرايح ماتش بعديك أو حتى لو لو حصلوا كبوة بعديك بعد وده غالباً اللي بيحصل يعني يا بخت اللي بياخد من وراء الآلي يعني الفرق اللي بتاخد من وراء الآلي مؤكد بتلاقي فريق منهج لكن الآلي هو المنهج بقى الدائم فطبيعي أن يحصل إصاباته طبيعي أنك وحتى زمالك بدأ يشكو من هذا الأمر وفرق أخرى اللي هي تلاحقت عليها المواسم والمشاركات بدأت تشعر بهذا الضغط طيب كابتن محسن صالح عضو لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي ولاعب ومدرب الأهلي والمدير الفن السابق للمنتخب الوطني تلقى ترشيحاً من الاتحاد الأفريقي كعضو في اللجنة الفنية للتنمية وتطوير كرة القدم في الكاف الاتحاد الأفريقي أبلغ اتحاد الكرة المصري بهذا الاختيار وجاء نص الخطاب من الكاف ممهوراً بتوقيع باترس موتسيبي يسعدنا إبلغك بأنه تم تعيينك عضواً في اللجنة الفنية والتطوير وفقاً لقوانين الكاف وأكد موتسيبي في اجتماعات اللجنة التنفيذية السابقة لاتحاد الأفريقي على أهمية عمل جميع لجان الاتحاد الدائمة وأدائها للمسؤوليات والمهام وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد الأفريقي ووفقاً للمادة 26 الفقرة 6 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي يتعين على الأمين العام سياغة جدول العمال وتحديد موعد اجتماعات لجان الكاف الدائمة شوفوا نحن نبارك للكابتن محسن صالح نبارك للكرة المصرية التي شهدت انحصاراً في الكوادر والكفاءات المصرية داخل الاتحاد الأفريقي بشكل غير مسبوك وأصبح الوضع لا يليق بعراقة وتاريخ الكرة المصرية فليكن يعني ضم محسن صالح وهو استحق واختيار صادف أهله زيما بيقال يعني راجل مدرب موهوب حقق بطولات خارج النادي الأهلي ودي حاجة مش سهلة الأهل والزمالك كمان يعني مع الإسماعيلي حقق بطولات وعندما صفر إلى الخارج أيضاً كان صاحب بصمة بصمات كتير وأيضاً كان مدرب منطقة مازر فعنده من الخبرات ونطق أنه يكون عنصر وقيمة مضافة إلى هذه اللجنة نتمنى أنها تبقى خطوة يتباح خطوات في سبيل في طريق استعادة الكوادر المصرية وجودها المؤثر داخل الاتحادات الإقليمية والدولية نتمنى ده إن شاء الله الكابت المحسن واحد من الناس اللي بدأت مسير التدريب طويلة بتراكم خبرات عظيمة جداً لكم أن تتخيلوا أنه بدأ مع هيديكوتي يعني كان ضمن الجهاز الفني المعاون لهيديكوتي في السبعينة ما كانش بطل بقاله سانة يعني وانخرط سريعاً في مشوار تدريب الحقيقة أثر فيه كرة القدم سواء في مصر أو في لبنان أو في السعودية أو في عمان أو في الإمارات في كثير من الدول العربية كان له بصمات وتجارب مهمة جداً تواجهة بتدريب الإسماعيل وفيها زمعاء الدوري وأيضاً مع المنتخب الوطني وكان له تجربتين مهمتين مع المنتخب كانت تحاد الكرة احتاجه في فترة سابقة كمدير فني للتحاد الكرة لكن الحياة كان واضح أنه ظروفه الصحية ما كانتش تسمح أنه يتحمل ضغط الجبلية والظروف المتواصلة لكن أعتقد زيما المهانس عاد لأشار تعيينه أو اختياره في عضوية اللجنة الفنية وتطوير اللعبة في الاتحاد الأفريقي بمثابة عودة العناصر المصرية وكوادرها الشيئاً فشاياً للاتحاد لأنه فعلاً ترجعنا كتير ترجعنا وفي ناس تستحق هذا التواجد مش معقولة الكابتن مسر حسن شحاته بكل العظمة والمكون الفني بتاعه يبقى خارج أرواقة الاتحاد الأفريقي يعني مثلاً يعني لابد من الدفع بكوادر وعناصر تستطيع أن تحدث فارق فني لصالح اللعبة لأنهم وهم مش ممكنين أن يؤدوا هذا الدور للأسف مع الكرة المصرية ممكن يلقوا هذه الفرصة في الكرة الأفريقية نتمنى ده بإذن الله تعالى وزي ما تعودت ضربة البداية مع مقالي ومقاله قنابل الدخان وبص العصفورة إيه الحكاية لا شوشرة عايشين شوشرة غير مسبوقة وأصبحت استراتيجية أيوة يعني كل وعد يعني أنت فاكر فيلم السفيرة عزيزة لما كان الفنانة الله رحمه عادي كاسب عايز عادي يطلع يقدب عبد المنعم إبراهيم وعارف أنه مبلغ له المخبرين والمباعث فافتع الخناءة في الشارع فأنت عملت حالة من الشغب والدوشة هنا بس الهدف بتاعك في حتة تانية هو ده ما يحدث للكورة مصرية في كل شوية حد عايز يمرر غرض خاص يدول القضية ويعمل لك نوع من الضغوط وشوشرة أكثرها يعني وضوحا وغرابة ما يحدث فيه موضوع القرعة بتاع كاس مصر الأهلي مش طرف يعني ولا يعني هو الكاس مصر يسفر عن إيه لأنه لقب السنين اللي فيقول لسه مخلص مبارح ماتش ضد بيرامدز في الكاس بتاع الموسم الماضي اللي محدش وقتها أشار إلى أن مع أن القواعد لم تتغير من 10-12 سنة لكن شمعنا دلوقتي لأن فيه زرف يستحق أنك أنت قم بنت الدخان وبص العصفورة لحد ما نمرر بس الحقيقة اللي بداين يعني يستدرج أندية في وضع مش منتبهين إلا أنه لمصلحة ناس تاني وده الكلام الخطير جدا اللي قلتلكم بالبداية السريالية اللي المهندس عادلي قالها هنحاول في بقية الفقرات الكشف عن بعض التفاصيل اللي وراء هذه الشخضيات الهدف منها إلقاء قنابل الدخان عشان تبص على العصفورة وتلاقي المشكلة بسكة تانية خالص السكة التانية خالص هنحاول نوضحها معاكم بعد الفاصل أهلا محضراتكم من جديد شفنا استراتيجية بص العصفورة وباضح أنه ديات الاستراتيجية اللي بتحكم الرياضة في مصر وكورة القدم تفتعل أزمة علشان تخلص بها أزمة تاني خالص لكن هناك كلام كثير في الغربال وماذا بعد اعتراف الكاف احنا شفنا ما حدث للأهل في نهاية دورة الأبطال الأفريقية وعلى فكرة يا جماعة دي القضية اللي لا يجب أن تموت أبدا ولا الناس تسكت عنها وكل شوية المفروض النادي الأهل يبعث للتحاد الكرة ويبعث للوزير إيه الأخبار ماذا بعد تحديد المسؤوليات اللجنة لا ليشك اللجنة لجرد أو حصر الخسائر اللي لحقت بالأهل نتيجة خسران دور الأبطال كانت الحزبة خمسة مليون دولار من جوائز ضعت على الفريق لجوائز محتمل أفكاس العالم للأندية لبطولة الصور بجوائزها لحقوق الرعاية اللي بتنمو وفقا للتتويج كل ده قدر بخمسة مليون دولار نهيك على الخسائر الأدبية الخسائر الأدبية والقيم المعنوية دي كلها حاجات ضعت على الأهل الوزير بعد مشاكل لجنة لتقص الحقائق كشفت عن المسؤول وكشفت عن مين السبب وحددته وشورت عليه واتبعت بيان اللاجنة لاتحاد الكورة طيب ماذا بعد حتى الآن ولا حاجة لكن كان الجديد الحقيقة تعقيد مستر باترس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي في تصريحات مهمة له في جنوب أفريقيا عن ما حدث للأهل في دور الأبطال تحدث باترس موتسيبي عن أثبت نهاية دور الأبطال اللي يقيم في المغرب وقال في تصريحات لوسائل إعلام بلاده إن هناك العديد من البلدان التي ترغب في التنافس على استضافة بطولات الكاف ولكن لا يمكنك التنافس بدون الدعم الحكومي وأضاف في نهاية الأمر كانت هناك دولتان المغرب والسنغال والتزاما بالشروط أدركت بشكل خاص أنه لا يمكنك أن تكون رئيسا دون أن تلتزم بالقواعد واللواح لذلك التزمت بالقوانين وأضاف بموتسيبي قلق الأهل من تعرضه لعدم العدالة من خلال خوض لقاء الوداد في المغرب هو مصدر قلق مشروع كان عنده حق يعني وعادل لأن المشكلة الوحيدة التي واجهتني هي أنني لا أستطيع أن أكون رئيسا يتجاهل القواعد والقرارات وقال أنه الاتحاد بيدرس العودة لنظام الزهاب والقياب وقال رئيس الكاب سنقوم بإصلاح ذلك هذا لن يحدث مرة أخرى وقال أنه عندما جئت في الاتحاد كانت هذه اللواح وهذا النظام موجودا لم أستطع تغييره تم اتخاذ القرار قبل قدومي سنخد المباراة نهاية من مباراتين هل يمكنك تخيل شعور مشجع الأهلي في مصر وبالطبع مدربي المفضل بيتسو مسماني يعني بيقول أنا متخيل اللي حصل للمشجعين في مصر وللنادي الآلي ويمكن قال أنه هو تفهم استياء الكابت المحمود الخطيبة على منصة التتويج أنه شايف أنه كان عنده حق أن المسألة فعلا ما فيهاش عدالة بس بيقولك مش في إيدي لأن عندما يقولك أعلم أن الأمر ليس فيه عدالة ولكني أتمسك باللوايح من الذي أتاح أن يكون الظلم مقننا على هذا النحو الغير مسبوق والمريب جدا للأسف الشديد الاتحاد المصري الاتحاد المصري الذي فعل عامدا أن يحرم الأهلي من هذه الفرصة العدلة أي يعني قال لك محدش تقدم غير ولم يبقى إلا سنغال والمغرب ولم أقولت لك أن دي كانت لعبة فيها مصالح وتبادل مصالح يعني النادي الأهلي ويتخذ هذا القرار أنت بتقول موضوع ليجب أن يموت إلا باستعادة الحقوق أول خطوة من خطوات التعويض عن الحقوق الضائعة المهضرة بفعل فاعل للأسف داخلي هو المطالبة بالتعويض عن ما حدث من خسائر مدية والأهلي قدرها بمنتهى البراعة والزكاء يعني حصل على التقرير الرسمي الذي انتهت إليه اللجنة اللي حققت في هذا المضوع من وزارة الشباب الرياضي فحتى لو كنا احنا مش مرتاحين أن اللجنة ما شوريتش وألزمت الاتحاد المصري أن يتخذ منها الإجراءات لمعقابة المخطئ في هذا الخطأ العام إلا أن النادي الأهلي كان يعني يخطط لأمر أكثر أهمية أديني بقى النتيجة دي وأنا حتصرف حقوقي مش حيضايحها للإتحاد المصري تاني أنا حعرف أخدها لأن الحقوق الأدمية حتجبها إزاي ما خلاص فيه أمر واقع على الأرض الواقع إلا إذا كان الإتحاد الدولي حيرى والإتحاد الدولي مش هيعمل كده طبعا اللي ما بيصده خلاصه من بطولة أولا النادي الأهلي من الناحية الأدبية حصل على الاعتراف الرسمي والحكومي والقانوني والرأي العام أنه كان ضحية اغتيال معنوي واغتيال في الحقوق بفعل فاعل وعن عمد وللأسف من الاتحاد المصري أو من عناصر داخل الاتحاد المصري لم تحاسب حتى الآن ولكن إذا سكت قيادات الاتحاد المصري يبقوا ما ضالعين في الأمر أو عجيبهم أو بموافقتهم ضالعين في الأمر فكمان أنت خادت الإجراءات اللي تتحلك أنه عندك ملف تستطيع أن تبدأ بمشوار جديد في أخذ الحقوق يبدو أن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي غير مسبوك طيب عوضني بقى عن الخسائر التي حدثت نتيجة تعمد الاتحاد المصري في إهدار هذه الحقوق وأنا أرى أن دي خطوة ممكن توصل لنتيجة توصل لنتيجة وتطمئن الناس أن الأهل مش ناوي يعدي الأمر كده خاصة أنه يطلع شوت في الاتحاد المصري يبدأ يتقال آه إحنا غلطنا والأهل عنده حق وما كانش صح نعمل فيه إلا التعمل ده ده كان رأي في لحظة صدق وأمانة مع جمهور الأهل تحديدا لأنه كان كلامه لجمهور الأهل وواضح جدا متأثر بزع الجمهور الأهل من اللي حصل على الأقل منه هو شخصيا النجم المحبوب محمد بركات اتكلم بفتفضة كانت ملحوظة جدا نسمعهم لازم أول حاجة نعملها أن احنا نبص في مراية أما تحصل مشكلة مع النادي الأهلي في الجواب بتاع استضافة النهاء الأفريقي أسرت أسرت تقعصت أتقعصت أنا كالتحاد كرة كلفت النادي الأهل بطولة أفريقيا السنة السبب الأساسي أن التعاد الكرة كان مقصر النادي الأهلي لو كان لعب في أي ملعب تاني غير المغرب النادي الأهلي هيكسب البطولة لأن النادي الأهلي فنيا في حتة تانية خالص مع كامل الاحترام لإخواتنا المغربة اللي حظ في نفسيتي شوية ناس كتير وخبيتوا الجواب ومش عارف إيه الجواب والله العظيم قسما بالله العلي العظيم ثلاثة وحيات أولادي الجواب ده أنا لا أعرف عنه أي حاجة ولا المجلس يعرف عنه أي حاجة ولا ظهر من أساسه ولا حد فيه نحنة التسعة شاف فيه غلط أو وصل الجواب وصل فيه حد مسؤول أن الجواب مطلع بس قول لي أنت مأثر قول لي أنت مهمل أنت مش متابع كويس أنت 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 حاجات دي والله العظيم على الرأس بس فكرة أنت أنت خبيته الجواب لا أنا مصلحتي إيه كمحمد برد ده النادي الأهلي النادي بتاعي الجمهور اللي زعلان دوت هو اللي أنا كنت راجع من قطر مخلص عامل أسوأ سنة في حياتي هو اللي وقفني هو اللي يا الله بعوض يا بركات وهو هو هو ولكن هي في الآخر هي حيقول لك السموة الزمر لا لا هو التحدي الكور دي غلطتنا من الأول كان لازم الكلام دوت يحصل يعني هي مسألة واضحة وأنا بس أنا عايز أضيف نقطة الجمهور بقى شايف كل حاجة استقيلوا امشوا على فكرة ده مش حل ده أنت بتريح بيه الغلطات الحل أن الاستقالات مش هتحل ما هو إقالة عشان يبقى نوع من الحساب يا إما محاسبة المخطئ الكلام اللي بيقوله الكابتن بركات هو ده اللي مدايئ النادي الأهلي أنتوا عارفين أن الموضوع ده لم يعرض طب لماذا لم يعرض ما تقوليش ته ساهو لما كانش اتبعت للوزارة جواب مبتصر خالد داسم شايل منه أهم حاجة فيه أن أنت شل أن الأندية المشاركة المصرية كان وقتها القالو الزمالك موجودين أي أصحاب مصلحة أن البطولة تصدقى ويحصل يحصل بعد كده يا سيدي لما وصلتش الأندية المصرية وعايش تعمل زي السنغال وتنسح كنت عملت كده لكن سوء النية أنت أنت شفت الخريطة ماشى إزاي وكان فيه واضح بين المسؤولين المصريين ذوي المكانة والحيثية والمسؤولين المغاربة ذوي المكانة والحيثية اتفاق ما فيه مصالح شخصية ما لهاش دعوة بصالح الكرة المصرية خالص ولكن كان على حيث آه بقى طيب نقطتين كمان مهمين في كلام الكابت محمد بركات فيه كلامه الحقيقة فيه نوع من الاعتراف والمصرحة للجمهور وكان واضح أن خطابه الجمهور الأهل اللي هو عزز عليه أن الجمهور يهجموا أو ينتقدوا والجمهور زعل والزعل من باب العشم لأنه الناس حتى قالت لك طب ماشي مفهوم النسي وصاد وعين ودال في المجلس ما عندهمش مشاعر تجاه الآله وما عندهمش حرصة على مصلحة الآله طب محمد بركات فينه خالد الدرنداني فينه عشان كده تمت المشاورة تحديدا على اسمين كبار في الاتحاد ليه مقيمتهم بالذات أن الجمهور شايف أنه الآله مش طالب حاجة اللي حقه العادل أنت مش هتجملني أفهم أن الكلام بركات أنه آه أنه الاتهام بأنه هو تخازل أو تقاعس أو تعمد مش موجود ولكن هو عرض عليهم الخطاب زي ما بيتقال متأخر جدا ومعرفوش به إلا متأخر طب مين السبب في تغييب هذا الخطاب أو هذا العرض ما في النهاية أنت عندك نظام في الاتحاد ومين اللي لعب فيه لما بركات يحلف بالله العظيم ثلاثة وبولاده أنه هو والتسعة في المجلس ما يعرفوش حاجة عن الموضوع مين اللي أخفى الموضوع مين اللي تعمد تغييب فرصة تنظيم مصر للمباراة عشان يضر بالأهلي أخطر ما في الموضوع هي رؤية أنا فرض لأن المجلس ما اتخذش رأيه هو احنا عادينا ننظم به عشان نبعد للوزارة بالضبط دعوا لوياتنا مين اللي مصلحته أن يشيل تنظيم دور الأبطال ده واحد عايز يشيل دي ويبعث للوزارة وبعدها بدون قرار مجلس إدارة فيه ايه يا جماعة سوء نية وطورية للمسؤولين في التحاد أكتر من كده إيه اللي هم بيتطبطبوا على هذا المسؤول ليه يا جماعة هي دي النقطة بلاش علامات استفهام دعيب كرة كبيرة وشايف الفورق الفنية لصالح الأقل وقال لك فرقة الأقل الفنية في حتة تانية وإن المباراة لو تلعبت في أي مكان غير المغرب فرصة الأقل قوية في أنه يفوز بالبطولة وبيأكد إن احنا ما عندناش تعمد لده طب عملتوا إيه إيه الخطوة اللي اتعاملت للمحاسبة اللجنة الوزارية شكلت اتشكلت وحققت وشورت لكم وحددت إن المسؤول بشكل مباشر اللي در التنفيذية طب أنتوا الأستاذ جمال علام طلع مع الأستاذ أحمد موسى وبيحلف برضو هو راخر إنه يوم ما نعرف مين اللي غلطان يعني أمشي هو يمشي طيب اتعرف مين اللي غلطان والإدارة اللجنة الوزارية حددت لكم مين اللي غلطان وإنتوا عرفتوا مين اللي غلطان لا إنتا مشيت ولا هو مشي نمشي إحنا بقى ولا إيه هو ده المطلوب أيها كده أنت فاكر فيه هو ده المطلوب ومشي إنتا طير إنتا عشان كده أنا بقول لبركات ما هو زعل الناس وغضب الرأي العام وعتاب الجماهير علشان كده أنه حتى لما تم تحديد الخطأ فين ما تمتش أي محاسبة ولا أي شي خالص يطلع بس الدكتور يهاب الكومي أو أي حد أسفين أو كابتن حازم يقولها في المؤتمر صحفي على السحياء إحنا بنعتذر للأهل وبسوط واطي يعني يا جماعة أنتوا بتتكلموا فيه تصرف ضيع على فريق دور أبطال أفريقيا ما هو أنت تعتذر آه حتى لو حسبت المسؤول تعتذر لأن ده سوق إدارة منك آه بلا السوق إدارة ده أنت ما كنتش تحظى بال هقولها بالإحترام الواجب من موظف عندك لو شايل همك لو بيحترم صلاحياتك لو بيحترم التسلسل القيادي ما كانش اتصرف بذيل جراء ده كلام واضح جدا جدا إذن بعد اعتراف الاتحاد الأفريقي ومتسبي وتفهمه لغضب الأهلي واستياء الكابتن الخطيب اعتراف الكابتن محمد بركات واعتذاره لكن وبعدين الوزارة حددت والأهلي أحصى قيمة الخسائر اللي تعرض لها بسبب هذا التصرف اللي محدش عايز يحاسب عليها هنفضل متابعين هذه القضية لأنه زي ما قلتلكوا المسألة كبيرة والسكوت عنها خطأ جدا وأنا شايف أنه أول الناس اللي المفروض تطالب بذه الدكتور أشرف صبح وزير الشباب الرياضة لأنه سيادتك ما بعدتش نتائج هذه اللجنة للوزارة عشان تتعلن للرأي العام وجمهور الأهلي يهدى ويسكت هذه لجنة فيها سادة أفاضل قانونين كبار في الوزارة حققوا دققوا وحددوا ماذا بعد مع كل التحفظ الشديد على فكرة أن لجنة وزارية يكلف بيها السيد وزير الشباب الرياضة تحقق في حاجة فتوزر توصيات دي في علم الإدارة علامة استفهام كبيرة علامة تعجب كمان لأنه أنا أفهم أنه معالي الوزير تصدر عنه قرارات للاتحادات قرارات بالذات لما تشكل لجنة أنت اللي شكلت اللجنة فالمفترض كان يفهم أنه أما وقد انتهت اللجنة المشكلة من كذا وكذا وكذا ووفقا للقانون 71 لـ 2017 والليحة المالية الموحدة وكل بنودها تدي الوزير السلطة الكاملة في المراجعة والمراقبة على الأداء المالي والإداري للهيئات الرياضية ومن بينها التحاد الكرة القانون بيخوله اتخاذ ما يراه ضد الإدارة التنفيذية على فكرة ليحة السيد الوزير والقانون بينصه على أن المتابعة بتاعته غير كافية غير قصرة على مجلس الإدارة رئيس وأعضاء تمتد إلى الإدارة التنفيذية نفسها باللفظ فكان المفترض اللي أنت منتظر سيادتك مجلس إدارة الاتحاد ياخده كان المفروض الأولى أن الوزارة هي اللي تاخده بموجب هذا البيان الصادر عن لجنة التحقيق أما وأنه تم الممارسة الغريبة أنه دي توصيات طيب التوصيات عشان إيه عشان جمهور الأهل يهدى ويسكت وحق الأهل يضيع ولا علشان نعالج الخطأ ونرجع للحق لصاحبه حتى الآن القضية مفتوحة على هذا الجدل الغريب في انتظار ما يحدث لأنه لو أنتم معتقدين أنه بيان من ورقتين هيهد العملية ويقفل الملف لا ما أعتقدش أبداً هتنتهي الأمور عند هذا الحد ده كان ما في الغربال من أهمية لكن يبقى كلام كثير ومهم بيه بعضمة لسانه الأرعة والحركات الأرعة هي حركات أرعة بجد في الشخبيط واللخبيط اللي المهندس عاد ليستهل بيها الحلقة لأنه تعاملت أرعة دور 16 لكاس مصر بس دي لكاس مصر الجديدة خذوا بالكو احنا بقينا التوزيع الجغرافي فيه كاس مصر القديمة اللي الأهل وصل فيها للسيم الفاينال هيلعب بتروجيت الأسبوع الجاي وفيه كاس مصر القديمة أو كاس مصر الجديدة اللي دخلين فيها على دور 16 أجريت الأرعة وعينك ما تشوف إلا النور من ساعتها لغاية دلوقتي تصريحات وقرارات وانسحابات وتهديدات خلينا أقول لكم الأول هي الأرعة أسفرت عن إيه قبل ما نشوف الحركات الأرعة اللي نتجت عنها الأرعة قالت أنه يوم جمعة 1-7 المقولين العرب مع الجونة والثلاث سموحة مع كفر الشيخ والأربع طلع الجيش مع منتخب السويس ويوم 6-7 بيرامدز مع سيراميكا 7-7 المصري مع أسترن كامباني والجمعة 12-8 أمبي والبنك الأهلي والأحد 14-8 الأهلي مع مصر المقصة والي 2-15-8 الزمالك مع الإسماعيلي طبعا فكرة أنه الأرعة تتعمل بنظام أنك أنت تبدأ تبص على الدور السنة اللي فاتت مين أول الدوري ومين تاني الدوري كان الزمالك أول الدوري والأهلي تاني الدوري فوفقا لما هو متبع من 2010 واللي بيعمله الاتحاد المصري بيعمله الاتحاد الأفريقي فكرة أنه أنت عندك تصنيف يعني الاتحاد الأفريقي لما يجي يعمل أرعته لدور المجموعات بيبص على المستوى ويحط أواقل المجموعات تحاد الدولي لما بيجي يعمل أرعة التصفيات بيحط على المستوى تحاد المصري لما حد بيعمل الأرعة المستوى الأخير اللي بيقيس عليه إيه الدوري السنة اللي فاتت زي ما بيحصل في الـ 15-20 سنة اللي فات فحط الزمالك على رأس المجموعة باعتبره بطل وحط الأهلي على رأس المجموعة التانية باعتبره صاحب المركز التاني وعنده الثالث والرابع طلع مندوب الزمالك ومندوب الأهلي يسحبوا الأرعة واحد خد بيرامدز والتاني خد سموحة لأنه كان الترتيب التالت والرابع بيرامدز وسموحة بقى الزمالك معاه بيرامدز والأهلي معاه سموحة وبعد كده بقيت الفرق اتسحبت عليها أرعة يعني يسحب فريق كذا يروح في المجموعة ديات فريق كذا يروح بشكل مطلق فالحديث على أن الأرعة موجهة حتى سموحة وبرامدز اتسحب عليهم أرعة ما حطوش ده كده لا لا أرعة سموحة وبرامدز أرعة واحد راح هنا واحد راح هنا الحقيقة أنه ده الكلام العجيب جدا يا جماعة وقبل ما ندخل بقى في الحركات الأرعة وفي الدوشة خلينا نبص على أنه رقم واحد فكرة التصنيف ما هياش جديدة شغالة من إمتى؟ من 2010 تحديدا موسم 2009-2010 عايز أقول لكم أنه من المفاجأة الغريبة جدا الإسماعيل زعلان أنه وقع مع الزمالك وأنه الزمالك هيلعب أول مباراة له في البطولة مع الإسماعيلي مع أنه الزمالك أول المجموعة لأنه بطل الدوري فكان وارد جدا يقع الإسماعيل معاه أو يقع الإسماعيل مع الأهلي طب ما الإسماعيلي لو البطولة الحالية كاس مصر القديمة ما خرجش من بتروجيت كان المباراة الجاية الإسماعيل هي لعب الأهلي إسماعيلي خرج من بتروجيت صعد بتروجيت على حسابه أنت بتتكلم على القديم بقى بتاع سنة اللي فاتت اللي أنت عايز تقول أنتوا محتاجتونش السنة اللي فاتت معاني نفس النظام ولا اللي قابليها ولا اللي قابليها طيب هو أنت الإسماعيلي لما يخرج والقال يقابل بيتروجيت يبقى دي غلطة القرعة لا ده سياق النتائج طب أستاذ إبراهيم أسألك سؤال الثلاث فرق من الدرجة الثانية ايو لو قابلوا مين طلعوا مين لو منتخب السويس ما خرجش في يوتشر كان في يوتشر هيكون في مجموعة الأهلي دي واحدة يعني منتخب السويس اللي موجود في الطريق ده على فكرة ومش معنى موجود في مسار الألوة يلعب طلاع الجيش معناها أنه الأهلي هيلعب منتخب السويس أو يلعب كفر الشيخ محدش عارف ده طريقه ده طريقه يعني يجوز منتخب السويس يخسر من طلع الجيش لكنه منتخب السويس صعد على حساب فيوتشر تعادل واحد واحد والسويس كسب أربعة اتنين بدربات الجزاء إذن منتخب السويس ضد فيوتشر أو على حساب فيوتشر والفائش منهم هو اللي اللي وقعته في مجموعة الأهل كفر الشيخ خرج فاركو ها لو كان فاركو هو اللي كسب كان يبقى فاركو فيوتشر في المصار بتاع الأهل زي ما قلتلكوا السنة دي في البطولة القديمة بترجد تولف مصار الأهل بدل بدء الإسماعيل استرن كامبني خرج للاتحاد أو سيراميكا خرج للاتحاد طيب عارفين عشان بس إيه الفكرة بتاعت إن دي حركات هفكركم بموسم 2010-2011 2008-2009 جدول الدوري 2008-2009 جدول الدوري هتشوفوه جدول الدوري في موسم 2008-2009 الأهلي كان بطل الدوري الإسماعيلي تاني الدوري لأهلي 27 نقطة أو 3 و 6 نقطة الإسماعيلي تاني الدوري الزمالك في المركز السادس ده الدوري يا جماعة جدول الدوري في موسم 2008-2009 جم بقى في بطولة الكاس عشان يعملوا ده الموسم بالبعدية 19-10 بقى أيوة رحوا عاملين إزاي اللي حصل مع بصوا خدوا بالكو الإسماعيلي التاني اتحط الإسماعيلي في الكاس على رأس مجموعة والأهلي على رأس مجموعة ده بالصدفة الغريبة جدا جدا إنه الأرع اللي تعملت أول مبارح الإسماعيلي خاد الرقم 21 والأهلي خاد الرقم 17 في التسلسل بتاع الأرع تعرفوا إنه دول هم نفس الرقمين اللي خدوهم في موسم 8-9 بصوا المفارقة وقت ما كان الإسماعيلي تاني الدوري في قرأة الكاس هتشوفوا جدول الكاسة هو بصوا المباراة رقم 21 الإسماعيلي طلع الجيش ده كان حتى معاق طلع الجيش والأهلي لعب مين في دور 16 الزمالك يعني الإسماعيلي حظوا وقع مع الزمالك البطل دلوات حيجي واحد بقى يعمل لك الزمالك كان سادس الدوري وقع مع الآن عشان كده الزمالك ما تحطش على رأس مجموعة فالقرأة جابته في طريق الأهلي بالضبط ويلعبوا أول مباراة في دور 16 بصوا المفارقة الاثنين إن الإسماعيلي يأخذ الرقم 17 ويلعب طلع الجيش الأهلي على رأس المجموعة التانية يقع معايا الزمالك ويلعب الزمالك بص السنة دي بقى أستاذ إبراهيم الفرقتين كملوا لحد السمي فاينال بالضبط لحد ما الأهلي وصل للنهائي الأهل وحرص الحدود لأ وصل للنهائي مستني الفائز من الإسماعيلي وحرص الحدود فالحرص الحدود كسب 2-1 كسب 2-1 ولعب النهائي وكسب الأهلي أيه بقى الزمالك اللي بيقولك ليه تحط الإسماعيلي في سكتي وليه الأهلي ما هو أنت نفسك لما تحطيت في منتج وصيف أو بطل تحطيت زي بقيت الفرق في السحب المباشر كان سادس الدوري لعب الأهلي في دوره 16 الأهلي فاس 3-1 الأهلي فاس 3-1 والأهلي كمل والإسماعيلي كمل لكن في النهاية حرص الحدود كسب الإسماعيلي في السمفاينال 2-1 والأهلي كسب الإنتاج الحربي 2-1 فلعب الأهلي وحرص الحدود الفاينال وحرص الحدود كسب 6-5 براكلات الترجيح ده اللي حصل بالزبط بصوا تبقى اللي حصل السادس هل حد ساعتها اعتذر اعترض هل الزمالك قال انت ليه حطيت الإسماعيلي حطيت الأهلي في سكتي ليه هل إسماعيلي ما افتكرش انه وساعتها كان على رأس مجموعة زيه زي الآله لانه كان وصيف الدوري هي مش كده بس ده من سنتها للنهار ده هي دي طريقة القرعة الأول في الدوري على رأس مجموعة والتاني في الدوري على رأس مجموعة وبعدين نبتدي التالت الرابع يتعمل بينهم قرعة وقرعة راندم عشوائية على باخي الفرق لم يحتاج أحد لأن كل واحد كان يرى أن طريقه سهل فأتكلم لإيه بالضبط والدنيا قدام الأهلي ملبشها خليهم يطلعوا وده اللي كان بيحصل لذلك تجد إن فيه أندية كسبت كتير الكاف ما كانش كان طريقها مفتوح ده بقى للمعترضين من الزمالك على النظام وتسخين الإسماعيل في السكة النظام ده يا جماعة بالشكل ده حرفيا معمول به من موسم 2010 كل البطولات بتاعة الكاس اللي خدها الزمالك في الاثناشر موسم الأخير بموجب هذا النظام إذا كان النظام ده غلط يبقى بطولاته غلط إذا كان ده غلط وأنفير وما فيهوش عدالة إيه رأيك في البطولات اللي تحققت لك في الكاس طوال هذه الفترة هل دي بطولات مش سليمة هل يمكن الطعن عليها دلوقتي مستحيل ولماذا قبلت السنين اللي فاتت دي كلها ماهدي الانتقائية لا دي العصفورة دي العصفورة اللي غرض منها الانتقائية أما أجي أقول لك نادي القرن اعمله بالطريقة دي عشان الزمالك يبقى هو نادي القرن وإلا يبقى النظام غلط واخد بالك طيب عايزين نعمل كاس مصر لأ لما تيجي القرعة مش على مزاجنا يبقى القرعة غلط مع أن انت كسبان بيها على مدى 12 سنة 80% أو 70% من بطولاتك اللي خدتها في الـ 12 سنة دي طيب حنشوف فيديو للكابتن طارق يحيى والكابتن أيمان عبا عزيز في قناة الزمالك أيضا عن القرعة وحنشوف هي دلوقتي موجهة طب قبل كده كانت ازاي نشوف الكابتن طارق يحيى في قناة الزمالك أي حاجة موجهة فيها ظلم صح وفيها ظلم كبير بالنسبة لكل الناس كل المنافسين مش بالنسبة لأحنا احنا الليات نتكلم أنا عارف أنا قلت يا أيمن قبل ما تكمل كلامك أنا قلت يا جماعة أنت وجهت القرعة الأهلي في حتة والزمالك في حتة ماشي؟ الزمالك عنده بيرامز مصري إسماعيل بيرامز مصري الأهلي عنده كذا كذا حتى لو الأهلي اللي عنده إسماعيل بيرامز كنت أقول كده كنت أقول برضو ظلمة لأنها حاجة موجهة كده أنا ما أحبش الحاجات الموجهة بصراحة في الآخر قرعة لازم كلها تختار ولي أي حد يلاب حتى الزمالك والأهلي لو لعبوا بعض في الضر اللي جاي ما فيش مشكلة مين مشكلة؟ يعني ما بحبش الحاجات الموجهة طول ما هي المصلحة إلا لما تكون المصلحة يعني ومين قالك إن دي مصلحة؟ يا جماعة ما إحنا قلنا لكم الفرق اللي تواجدت مع الأهلي اللي إنتوا شافينا فرق من الدرجة الثانية دي أقصد فرق خطيرة جدا فرقه والاتحاد وفوتشر من أقوى فرق الدوري السنة دي يعني دول طلعوا الكاس بيطلع على الفرق كده زي ما قالي كان بيطلع عبل كده مرة من الأسيوتي ومرة كان بيطلع لكن هونتوا اكتشفتوا فاجأة إن الأول الأورعى موجهة في الأول والتاني فقط إن الخط أول الدوري والتاني الدوري رؤوس مجموعة ما يتقابلوش غير في النهائي ما فيش فرصة إنهم يتقابلوا غير إذا وصلوا للتنين النهائي لو واحد يطلع منهم يبقى التاني بيكمل ودي اتعاملت علشان الرعاء اللي بيدفعوا فلوس هذه المسابقة للاتحاد كانوا عايزين يضمنوا المسابقة قوية وتقدر تتروي وخصوصا إنه ما يبقى طرفي النهائي أو طرف منهم على الأقل هو البطل يبقى فرصة نلعب السوبر وتبقى بطولة جديدة يعني قوية الكلام ده ليس له معنى إلا إنك أنت كنت بتضحك علينا وعلى نفسك السنين اللي فاتت دي شايف إن النظام غلط بس أنا بستفيد منه أتكلم ليه هي المشكلة لما أنا ماستفيدش أروح مجرجر الدنيا كلها في طريقي والناس اللي مش متنبهة النهار دا لما الفريق حينسحب ما الفريق التاني حيخش بهاي مش هتتلغي بالظبط وإلا إذا اتلغت البطولات نتيجة التحديدات ما فيش بطولة حتك تامل يا سيد براهيم طيب الإصرار على إنه أنا ما بحبش الموجهة والموجهة دي صعبة شوية مين قال إنه دي موجهة أنت بتستخدمه ألفاز خطئ جدا يعني خلينا ضبط المصطلحات شوية مين قال إنه دي قرعة موجهة أنت عشان تبني قرعة بتعمل إيه لازم أن تحدد رؤوس المجموعات طب عشان تحدد رؤوس المجموعات تعمل إيه لازم أن يكون عندك نظام الفيفا عنده هذا النظام الكاف عنده هذا النظام لازم أن يكون عندك معيار على أساسه تبني المجموعة المعيار العادل إنه أنت بتاخد الترتيب بتاع الدوري آخر سنة أيا كان هو مين قلتلكوا لما كان الآل والإسماعيل تحطوا رؤوس مجموعات كان الزمالك والآل تحطوا رؤوس مجموعات فهي مين قال بس إنه دي موجهة وإنبي لما كسب لا تفكرتني بإمبي طب هي ما كانتش موجهة قوي القرعة بتاعة البطولة الحالية اللي لسه مخلصتش اللي الزمالك صمم إنها تستكمل عارفين إن القرعة دي لو أنتوا بصين على ميزان القوة قال لك ما أنا معايا بيرامدز يا مولانا ده أنا لسه مبارح ملاعب بيرامدز في الوقت اللي أنت كنت بتلاعب أسوان هو فيه إيه كنت بلعب أمبي اللي معاك دلوقت وقت ما أنت كنت بتلاعب الداخلية يعني الدورين بالزبط الآهل بيلعب بيرامدز وقابليها لعب مع أمبي الزمالك لعب أسوان وقابل منه الداخلية واللي اتنين في الدرجة التانية هل ده كانت قرعة ولا فير ولا أمفير وبعدين هتروح بعيد ليه حتى في البطولات اللي المهانس عادلي بيشير إليه عارفين أغرب بطولة كاس أغرب بطولة كاس بجد موسم 2006-2007 بتاعت المقولين بتاعت الأهل والزمالك فاينال أربعة ثلاثة جول بتاعه سامو حسن دي أغرب بطولة كاس في تاريخ هذه المسابقة الأعرق في تاريخ القرى الأفريقية لأنه أنتم متخيلين وصيف الكاس اللي هو الزمالك خسر من الأهل أربعة ثلاثة وعمل مباراة عمره مباراة من الفرقتين كانت نموذك الحقيقة تعرفوا أن الزمالك وصل الفاينال من غير ما يلعب فرقة واحدة في الدور الممتاز اللي دلوقتي بنتكلم بقى على العدالة وعلى التوجيه الزمالك بدأ البطولة وقتها فاز على الدخلية في دور الاثنين وثلاثين واحد صفر طلع من الدخلية لعب مين لعب بانسويف كسب تسعة صفر خلص بانسويف رح طلع على الدلتا لعب المنصورة كسب تلاثة صفر خلص في المنصورة افتكر أن فيه فرقة في الصعيد اسمها بترول أسيوت رح رايح كسبها واحد صفر ثم لعب الاهلي تموت تخيلين يعني دخلية بانسويف تلفونات منصورة بترول أسيوت قادي الأربع فرقة كلهم قاعدة درجة تانية آه ثم تلعب الاهلي في الفاينال هل الاهلي لما لعب الزمالك في الفاينال قال الزمالك إيه اللي انت لعبته ده دي مش قرعة دي موجهة لا هي انت ارتضيت نظام هي دي الفكرة انت مدام فيه نظام وارتضيته فهو علي وعليك وعلى كل المنفسين لكن أوصل لمرحلة ان انا اشكك في كل حاجة والإحاء والإعاز لبقية المنافسين الحق اعترضوا وانا معاكم فيوصل للأمر ان المهند السياحي الكومي رئيس النادي الإسماعيلي بشكل غريب جدا يهدد بالانسحاب طبعا الانسحاب حق مكفول لأي حد بالمناسبة الانسحاب ملكاس ممكن يكون مفوش غراماته ولا حاجة لان المشاركة فيه مكفولة لكل فرقة الاتحاد عضاء الجامعية العمومية الانديل للدرجة التالتة والربعة مدام عضو بيدفع خمس تلاف وبيشارك او كانت خمس تلاف ربما زادت بس هو في النهاية الكاس بطولة مفتوحة للجميع نشوف المهند السياحي الكومي بعد إجراء القرعة أسباب الانسحابة فن بص فيهدوك كده مخالفة لكل القواعد قواعد الفيفا أولا يعني مفيش تكابة فرص أول مرة نسمع أن النبيين كبار طبعا على عيني وعراسي ما يتقبلوش في كاس الثمانية أو كاس 16 طبعا ريال مدريب يقابل برشلونة في نفس الكاس للدرس 16 عادي هبعت رسالة لرئيس أو الرئيس التنفيذي للتحاد كل القادم يقول القرار كده لما يقول القرار كده أنا أطعن عليه لماذا يحط الأهلي والزمالك ليه عليهم ريشة يعني يعني القرعة جابت ببا عشان تأعرف التوجيه القرعة جابت الأهلي مع المقصة برضو معرفش الكامل ما تقوليش أنا معرفش كلهم كل الأندقة تمعترض أخلي بالك وبعدين ده نقطة تانية فيه ظلم بي شمعنا المباراة تلعب في القاهرة ليه شمعنا عايز أوضح بس نقطة بشموندس أنه هو مش حاطت الأهلي قدام الزمالك هو حاطت أول الدوري قدام تاني الدوري وثالث الدوري في حتة ورابع الدوري في حتة هو عشان يبقى الأهلي والزمالك يتواجده في الآخر أنت مش واجد بقى لك السبب إيه ما ده اللي بقولك ما تجيبه الأهلي الزمالك هو عملها ترتيب ما هو لما يبقى الأهلي يترشح بطريقة أخرى وحتى في المنوع الثاني مش هيقابله بعض برض هيقابله برد يعني إيه السبب يعني إيه السبب قلنا السبب أن زي ما الإسماعيلي يتحط على رأس مجموعة في 2009-2010 والأهلي على رأس مجموعة في 2009-2010 والزمالك كان السادس فطريقه وجي في طريق النادي الأهلي والتقية في دور الستاشر في أول مباراة قادي السبب إذا كان السؤال كده طيب من سنتها لحد اليوم لم يعترض أحد على فكرة ماشي ممكن يكون موسيح يكون مش شاف أن ده مش فيه هو ومن وآخرين وماله السنة الجاية مش اللي إحنا فيها دي بقى السنة الجاية ما توفقوش على النظام ده لكن إنت جالكو النظام وتبلغتو بيه وتبلغنا بيه وكل الناس بما فيهم الأهلي يعني افرد إن الأهلي والزمالك ترتيبه ما كانش أول وتاني والأورحة راحت التاني مثلا كان لإسماعيلي تاني وراحت الأورحة حتى الأهلي والزمالك في أول ماتش هيلعبوا ما حيلعبوا ما حصل كان أول ماتش دور السلطات بالضبط بين الأهلي والزمالك بالضبط ولعبوا فالقصة خطوا الفكرة اللي عايزين الاتحاد يمشي بيها وتتطفق الأندية عن النظام اللي انتوا عايزين لكن النظام الذي لم يطعن عليه بقاله 12 سنة ما ينفعش إن إحنا فجأة ننفعل وبعدين هو الإسماعيلي قابل الزمالك ومصر مقاصة قابلة الأهلي طيب مهما تشوف انت الترتيب السنة اللي فاتت وترتيب السنة دي المقاصة في رامي شوليل أفضل حالة من الإسماعيل لا يعني الترتيب قريب ويمكن المقاصة سابق سنة واخد بالك السنة الخصوص فلما يجي في طريق الأهلي خدمته فيه الغرابة يعني يعني زيما أنت رحت مع الإسماعيلي مع الزمالك أنا أرجو طبعا كل نادي حر لاتخذ ما يرام أنا بس بتكلم على فكرة أن أنا أفجر قضايا تبدو عنوانها عادل ولكن مش هادها سريالي لأن أنت ما تشعر في الغرض أنك تخبط في حقيقي يعني وبعدين الأهلي ماله بتجيبوا سيرة الأهلي ليه ده فيه عنده مجلس تضارب في النادي الأهلي في النادي الإسماعيلي وهو بيطعم على عدالة القرعة بيقول لك والأهلي بتحسيب له ضربات جزاء مع أنه هم مش في طريقي له ينعي ابن وصلح سعاد مع أنه مش في طريقي يعني تعرف لو في طريقي يعترض ويقول لك يصل أهلي ويروح أهلي الجملة دي أنا مش فاهم فيه يا جماعة والله الوضع بالنسبالي شديد الشخبطة واللخبطة والسريالية على فكرة من الناس اللي اتكلمت وش في الموضوع ده كابتان أحمد حسام ميديو نسمعه حصل ضجة كبيرة جدا جدا بعد القرعة علشان الإسماعيلي وقع مع الزمالك طب ما السنادي القرعة النادي الزمالك بيلعب أسوان في السيمي فاينال والأهلي بيلعب في نمتز في دور التمانية هي القرعة جات معا كده على حسب التصنيف بتاعك نفس القرعة النهاردة الإسماعيلي وقع مع الزمالك طلع بيان الإسماعيلي يعلن انسحابه من كاس مصر اعترانا على القرعة الموجهة ده كلام يا جماعة مش حقيقي والقرعة مش معمولة لصالح أندية معينة هو الحظ جي كده الزمالك علاق بالإسماعيلي مفيش مشكلة بتتكلم على الإسماعيلي السنة اللي فاتت ترتيبه في الدوري الكامة جماعة التلتاشر على الدوري إنت متوقع في القرعة طلع مع مين مع دي كيرس ولا ممكن طلع مع الزمالك وبيراميدز والأهلي ممكن طلع مع الفرق دي زي ما الزمالك قاعد فترة مثلا ملغبط في بطولات أفريقيا كنا بنبدأ من دور الـ 64 مش هش خاطر للتعالي الأفريقي واتاكب مستقصدنا لا لأن كان نتايجنا في المواسم السابقة كانت نتايج سلبية قلولي يا جماعة عشان ما حدش يضل الجمهور الإسماعيلي جمهور الإسماعيلي بيمشي وراء الكلام ده فالكلام مش مصبوط ما بالعقل مش بيقولوا بقى إن إذا كان المتحدث مجنون في المستمع عقل صح هو كده كابتن ميدو شاور على حاجة مهمة جدا وشديدة الخطورة إنه بقى أنا كل توجه إن أنا خطابي المستمر للجماهير لأن خطاب للجماهير أنا بنقل المرارة وشعور بالظلم الغير حقيقي والغير موجود إليها فتبتدي يتكرس عندها هذا الشعور وتبقى لا عارفة تستمتع بكرة القدم ولا بفرقتها والعارفة إنها تعيش حياة طبيعية بالعكس بيولد عنف بعد كده كلنا بنتحمله لأن شعور بالظلم الزائف طبعا بيوصلك إنك تاخد قرارات مش صح طبعا وبعدين الأرعى الموجهة هي موجهة ها أنت بتاخد التوجيه الوحيد إنك بتاخد الأول في الدوري على رأس مجموعة والتاني في الدوري على رأس مجموعة وقد استفاد الإسماعيل تحديدا من هذا النظام لحد أما تحط الأهلي على رأس مجموعة وهو على رأس مجموعة وكان في طريقه لحد ما وصل للسيمي فاينال وخسر من حرس الحدود والأهلي وصل للسيمي فاينال وبعدين حرس الحدود كسب وضربات الترجيح وخد الكاس حتى الكاس مش مضمون طيب هو الإسماعيلي في الدوري في الكاسر اللي فاد ده خرج من مين بيترو جيت من بيترو جيت اللي الأهلي حلعب يعني لو الإسماعيلي كسب كان سيلطقي الأهلي والإسماعيلي في الدور قبل النهاء طيب فيه فرقة عملت مفاجأة والأهلي طلع من الأسوط قبل كده يا جماعة هي هي العصفورة والله ما هي إلا العصفورة الهدف إنقاذ الإسماعيلي من بطولة الدوري لا إزاي نقدر نعمل شوشرة عشان نبوز الدوري عشان محدش يهبر خدوا بالكم خليني دي نقطة مهمة أصدر المقايف ده بيتكلموا دلوقت إيه إلغاء نشاط الكروي الموسم ده كارسة علشان القرع اللي مش عقباه يعني بتبان أسباب كل شوية الغرض إيه يعني قمبلة الدخان دي بتخاب بإيه في الآخر هنتلع لفاصل وبعد الفاصل هل نشوف بتخاب بإيه بالزبط أهلا بحضراتكم من جديد عايز أقول لكم إنه منذ قليل انتهت منافسات الدور السعودي في الأسبوع الأخير وكانت محتدمة جدا كان الصراع على اللقب بين الهلال والاتحاد كل واحد فيهم 64 نقطة كان الهلال بيلعب الفيصالي والاتحاد عنده الباطل وكان نادي الأهلي أهلي جدا على النحية التانية بيلعب الشباب في مباراة كانت مؤثرة على بقاء الأهلي للأسف الدوري الأهلي خسر أو تعادل صفر صفر ولأنه الاتحاد تعادل هو راخر مع الباطن فهبط الأهلي للدرجة التانية لكن توج الهلال بطلا للدوري بيلفوز على الفرصالي من واحد أول مرة في تاريخ الأهلي العريق في جدة نتمنى له يا رب إن شاء الله يخرج من هذه العثرة وألف مبروك للهلال الزعيم وجماهيره التتويق بالدور السعودي وهارض لك لنادي الاتحاد اللي كان السنة اللي فاتت مهدد بالهبوط قدر السنة دي يحسن أوضاعه وكان الأهلي هو اللي وكان الأهلي هو اللي بينافس على اللقب فتحولات كبيرة سريعة لكن عودة لموضوعنا أنا كنت قلت إن الإسماعيلي خرج من بيتروجيت لا الإسماعيلي خرج من الزمالك بيتروجيت كسب ودي دجلة لكن الزمالك أو الإسماعيلي اللي مدايا هيلعب الزمالك السنة دي في دوره 16 في القرعة الجديدة هو خرج من الزمالك تهزم أربعة وخرج والزمالك بعدها لعب الداخلية في دوره 8 ثم لعب أسوان في الدور قبل النهاية يعني برضو في دوره 16 دوره 16 وصعد الزمالك ما عطرتش على حساب ما عطرتش على الأرعى السنة دي اللي كانت بنفس الطريقة ولأنه زي ما ميدو قال الإسماعيلي كان 13 أو الترتيب 13 في الدوري فالطبيعي جدا هتلعب مين على حال موضوع الأرعى ده مش حضية الأهلي وخد بالك الأندية عايزة تغيرها يلا اكتب للاتحاد وطلبهم اقتراح للاتحاد أن بعد كده اعملوا الأرعى بالطريقة اللي تتطفقوا عليها كلكم هنشوف الحج عامل حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاده الكرة في تفسيره للأرعى اللي حصل كان معايا الموانسيح يكون من رئيس تادل إسماعيلي وكان بيتكلم على الأرعى هل في فعلا أندية قدمت اعتراض على الأرعى الموجهة هل في خلاف عليها من مندومي الأندية زي ما هو قال هو المنسيح كومي بيقول أن مندوم ندي قدم اعتراض رسمي قبل الأرعى على الأرعى الموجهة هل ده فن مظبوط ولا مش مظبوط ما في حد فرع بين التصنيف والأرعى الموجهة التصنيف أنا أسف فالتصنيف أول الأربعة زي الاتحاد الأفريقي من يطلب أربعة حتى نصنع في أول أربعة والكلام ده من الفين وعشرة بيحصل بيبقى الأول في حتة والتاني في حتة الثلاث والرابع السحب قرعة أول بولتين اتعاملوا والذي طلع صحابهم ماندوبين الزمالك والأهلي وبعد كده البولات كلها السحبت وكله بيتفرق في الجدول حتى الجدول كمل للآخر وطلعنا من القرعة ما فيش حد تتكلم معنا خالص الحقيقة ويمكن من الفين وعشرة المرة الوحيدة اتقابل فيها كان الزمالك والأهلي في دور الستاشر تقريبا لأن الزمالك لا يمكنش من دون أول أربعة برضو بفكر الناس في دور اتن وثلاثين حضرتك عارف ان فيه اتن وثلاثين نادي 18 دور ممتاز و14 من المراحل الأخرى من الأقسام الأخرى تسعد و14 دور ممتاز يلعبوا لأربعة عشر بتقعوا القسم الثاني نادي الإسماعيلي لعب في تبشت وفي ملعبه ويكسب بدغوات التارجيح فبالتالي محدش تتكلم في الوقت تعدل 32 نحن تصطفنا على آخر جدول ترتيب اللي هو الموسم اللي فات وحضرتك عارف ان الإسماعيلي يعني الأكثر كان في الترتيب الـ 12 قريبا تمام لما لحد الأفريكي بيصنف لحد أوروبا بيصنف لما ييجي بيعمل المجميع حفلنا ما شوفنا الأهل والتراجي والوداد والزمال كلهم شوفوا مجموعة واحدة مثلا شوف موضوع المشكلة بتاعت الكاس الحقيقة ماش القالي مش فارقة معايا ومش واخد موقف غير من فكرة ان يعني تحرم المسابقة من أندية عريقة لمجرد ان هم بيعترضوا على حاجة بقالة 12 سنة ما سبقش الاعترض عليها وواضح من كلام الحاج عامر ان المندوبين كلهم موجودين ومحدش اعترض ولكن التصنيف اللي هو بيقولك الاتحاد الافريخي هتولي مرة يعني ان الاربع فرق الاوائل زي التراجي والاهلي والوداد يتحطوا في مجموعة في اتحاد ما بيحصلش ليه التصنيف عشان قوة المسابقة تستمر تحطوا على رؤوس مجميع اربع رؤوس مجميع وبعد كده بتبتدي القرعة تستمر بنظامها الطبيعي نتمنى ان الموضوع يكون فعلا ضيق من قرعة الكاس لان لان ما يحدث من تدعيات في الاحداث بياخدنا السكة تانية خالص اصد الاندية زكرا الاندية لاندية رغبة الدولة ما في نادي فرض علينا ده وحلف بالعظيم بوضوح ليه لسه مستمرين في ارصاق التهمة بالاهلي ليه لسه مصرين على انه انا اضرب فتيل بين الاهل وبيت الاندية اللهم كنا عايزين نريح وسبب الضجة دي كلها اللي انتو فيها والتعب اللي انتو فيه سبب الاهلي ده ما حصل وليه بتقول ان اكوتي ب13 مليون وهو ب5 وليه بتقول ان الشحات ب150 مليون وهو لم يعني بحاجة و70 ليه ليه اللحاح لانه عارف انك انت اتكلم اتكلم وعدين انا هرجع لنفس الكلام اللي بقوله فالناس هتسمع اخر جملة وهتعيش معها قم بل الدخان مقصود بيه حاجة تانية لو المقصود يا جماعة عشان بس الجمهور في كل الاندية وحتى مسؤول الاندية بجد لو المقصود ان انا ادفع بقية الاندية المدارة والمهددة ان تاخد موقف وتلغي الدور السنة اعرفوا ان دي ام الكوارث وهقول لكم ليه ببساطة ارجو اي حد بيطرح هذا الامر او هذه الرغبة يقول لنا ازاي المراكز القانونية اللي اكتملت بصعود الداخلية وحرص الحدود واسوان الفرق دي صعدت مين يقدر يحرم دول من حق القانوني في الدور الممتاز السنة جاية اللي يطلع يقول حيطلع قرار ان دول ما يصعدوش ويلغي صعودهم محدش يقدر ده مركز قانوني انتهى التلات اندية دول مع التمنتاشر نادي اللي عندك دوري مين اللي يتلعب بواحد وعشرين نادي ازاي كان كل الخبراء لما بيتكلموا كل المدربين سبب تلاحهم المواسم بقالنا تلات اربع سنين انت عندك 18 نادي وبالمناسبة ده سبب الكرسى الحقيقية والاجهاد والسبب المشاكل بتاعت المنتخبات ارجعوا للمرات اللي الكابتن حسن شحاتة كان معاه المنتخب قوي كانت دورة 14 نادي ثم 16 اللعبة لكانت بتعاني من هذا الاجهاد ولا المنتخب كان بيشحط معسكرات تم زيادة من يوم تمت الزيادة دي زادت لان كان فيه ضغوط الغاء الهبوط فيه فرق معينة ما كان ش ينفع طيبط من وجهة نظر كان الالتحاد سكندار سالك كذا مرة فبقى 16 بقى 18 هل بعد 18 في الشكل اللي احنا متلحمين فيه بقى لنا كذا موسم تقبل ويبقى 21 ما نبقول لكم يعني لو الفكرة هي قنابل دخان علشان العصفورة في النحية تانية دي المصيبة بجد اللي محدش منتبه لها وانا لو زودت الـ 21 هنلعب فيين ايه النظام اللي يستوع بـ 21 نادي عارف هيقولك ايه اه زودهم 24 ولعب مجموعتين طب بدأ ما نفتح اليد على القدم ونعملهم ميكس لا مش كده بدأ ما انا شاف ان ده الحل تم خليني زي ما اعمل المجموعتين من 18 نادي وكمل زي ما ووفرت عدد ضخم من الاسابيع تريح ده بالنسبة للدوري وبالنسبة الموقف الاهلي وبالنسبة للزج بالاهلي عمال على بطال ومحاول تحريط بقية الاندية ضد الاهلي اصلا انتم في الموقف ده بسبب الاهلي احنا كلنا وافينا مفيش بعد متحدث رئيس الوزراء والوزير ورئيس اتحاد الكرة وقتها لا الوزير ولا الاستاذ عمر الجنين الاثنين اهلوية هيتكلموا المصلحة لها كانوا بيتكلموا ان عودة الدوري واستكمال وكانت رغبة الدولة لكن هنفضل في الديلامة دي كتير انت حتى وانت بص انت شاف ان فيه ارهاقه بتاع طب ما انت اللي اصريت تستكمل الكاس وانت مش هلعب الكاس الجديد الا لو كملت للقديم لا اعتقاد ان الآله مش هيمر من مباراة بيرامد وان الزمال خلاص يعني الصدرات ممكن وافعت على للغاية الله الله لا يعنينا كتير انه الزمال زي الاسماعيل اي نادي ياخد قرار في مسابقة الكاس اللي هو يشوفه وانه مجلس الزمال بيرفض خوض كاس مصر في نسخاته الجديدة وبيعلن انه الا اذا استكمل الكاس اضاف في تصريحات ولا نلعب كاس مصر في نسخاته الجديدة الا اذا استكمل كاس مصر عن الموسم الماضي طيب هو كده مستكمل للموسم الماضي واضاف من غير المعقول الغاء كاس مصر عن الموسم الماضي بعد ان وصلت زمال الى نصف نهاية البطولة ولديه مباراة نصف نهاية مع اسوان لا هو تعدد لكلام ده خالص ده كلام قديم ايه ايه اديم بس بيدل على ايه التمسك باستكمال البست لا ده انت زودت نظام الحقيقة فوضوي جدا في ادارة المسابقة خلت الزميل العزيز ماجد نوار في الجمهورية يقولك دورة عديلة بلانيلة وبينتقد هذا الوضع عن رمته لكن اللي كانوا منتظرين للاهل يخرج من بيرامدز الحقيقة صد منبالح في اداء او من اداء الاهلي وتماسك فريق الاهلي والشكل التكتيك اللي لعب به الكابتن سامي امصان بعد الفوز على بيرامدز والتأهل لنصف النهائي نشوف الكابتن سامي امصان في البداية طبعا ردي على كوتش طبعا دي كاس اننا الحمدلله كسبت وده الاهم يعني الحاجة التانية طبعا الفرص اللي 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 بتكلم عليها الحمدلله انا قدرت استغلها وقدرت احرز هدفين في المقابل طيب برضو انا عزار برضو يعني بيرامدز وصل على بيرامدز الخطر اللي كانت علي مهم جدا انت اتدافع كويس واعتقد ان الكورة دي وصلتين يعني كورة معاك انت بتهاجم كورة مش معاك انت بتدافع فلشاف احنا اقدمنا مورا جهيدة على مستوى الدفاع وعلى مستوى لجوم اللي تسجل هدفين فاعتقد ان دي حق كويس اولا انا اشكر طبعا عمر الصلاة على الجهد اللي بيعمل دوات واحد من اللعب المخلصة جدا بالفرقة بيقاطل في كل الاوقات يمكن الناس كتير جدا بتشوف الحاجات السلبية بس ما بشوف الشيء الاجابية لكن انا ببص على الكل النواحي يعني فاعتقد دهو اللي معي بيكمل ويقاطل ممكن في اوقات بيبقى في تعب بيأثر على المستوى الزيني وده حاجة طبعية لكن الحمد الله اقمل طبعا لديانج يرجع ويدي ويدي اريحية شوية للصلاة اللي اللي هو ياخد نفسه الشيناوي من افضل الحراس اللي جات في تاريخ مصر وارج جدا الاخطاء عشان تعلم من هيا عملت مشاغبة بسيطة بين تكيس لان تكيس يعني وعلي فاكرة منطقية ان كل مداري بياخد التحليل لصالحه طبعا يعني انت تكسب باي سكور يطلع يقولك ماهو هي مش خامسة ده فرق اثنين عايش تقولها كده اقولها كده ايه اللي يزعلك في كده انا مش شايف ان احنا دي مسألة دايقنا ان تكيس قال انا كنت اقرب للفوز وانا يا سيد انت اقرب الفوز بس انكسب يا ما يعني يا ما كنا اقرب يا ما كنا اقرب احنا كل ما تشاطنا احنا الاقرب والمستحوزين والخمسة وستين ضد خمسة وثلاثين والناس خارجة مش مبسوطة كسبان خسران متعادل فرق سكور مش مبسوطين عايزين النادي الاهلي في حتة الوحد ومش شايف حد طب نشوف بقى شيخ المحللين الدكتور طه اسماعيل سامي امصان تخيل سيناريو معين نعم وهذا السيناريو لعب عليه نعم ان هذا السيناريو انا اقافل بشكل كويس ايه وبالعب لانا اجيب جول واحفظ عليه فالتخيل اللي هو خده سامي امصان حصل في الملعب بالزبط اتزام هو عايز نعم نجح في ان هو يسجل الجول في الاول ثم بعد ذلك عمل برضو بعض هجمات خطيرة وقرات يعني سريعة في الهجوم لكن ما قدش ان هو يسجل منها لكن في جميع الوقات عامل اتزام دفاعي رائع جدا فلانا عايز اقول ايه عايز اقول ان في بعض الاحيان ممكن ان انا قدي فرصة النادي الاهلي يهاجم نعم يقوم يكشف سويا نعم انه طول ما انا ضغطه هو قافل نعم وانا مش عارف افتح نعم فكان الممكن ان انا اعمل ارجع وتقاقر كبيرامز واعمل دعوة للنادي الاهلي ان هو يهاجم بشروطي وانا اقافل كويس ويسيب مساحات الشروط سامي امسان هو اللي فرضها فرضها وخاصة ان يساعدوا عليها ان نسجل الهدف الاول جميل شوف سامي امسان لعب خمس مطشات شيخ طه اشاد بي في هذه المباراة وكل مباراة كانت اصعب من اللي قابليها وكل مباراة كانت بشكل كسب اربعة وتعادل واحدة كسب اربعة وتعادل مع الزمالك اه وحقق الهدف المنشود لان احنا قبلها قلنا ان عنده خمس ست مطشات بالموسم كله واربع دين ربنا عديه كمان من المطش المؤجل بتاع الجونة يبقى الراجل ده يعني مدرد امبولة انا عايز اقول ايه اه خلي ما عنده سموح انا بتكلم عن المطش المؤجل اللي هو بتاع الجونة اللي هو من الدور الاول اه اه يا جماعة بات سامي امسان يحظى بثقة وتقدير وتقييم عالي لناس كتير جدا من اللي ايدهم في اللعبة سواء داخل الفريق او خارج الفريق او في سوديوهات التحليم ومش من فراغ ما يحدث لان انت ادارته للمباريات كلها كانت دائما تغييراته بتحدث الفارق ها ويعني لا يقل عن اي مدرب صاحب فكر منظم وخبرات عميقة جدا وربنا وفقه ووفق النادي الاهلي اللي دائما ما ازماته ومحنه ومشكله تفرز فوائد جمه سواء للنادي الاهلي او للكر المصرية ونطلع الفصل لو عايز نطلع الفصل اهلا محضرتكم جديد ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي فيه الروح الجميلة دي بين اللعبة من بارح حسام حسن لعب مكان محمد شريف فرود مكان فرود تمتخيلين ان الفرود الاساسي اللي خرج يبقى اكتر واحد فرحان اللي ينزل مكانه لما سجل شفت الروح عشان كده فكرة فرقة الاهلي مش من فرود ده جون يا جماعة بصوا ده جون اتصرف هاي الحسام حسن مسجل وهو بيسجد شفوا الفرحة من برة واول حد جار عليه مين بالقامس بتاع اهو شايفين شريف هو اللي نزل له جاري هو اللي نزل له جاري يحتفل به وهو اللي بيقومه من على الارض وهو اللي فرحان له جدا دي الروح اللي بتميز الآلي واللي لازم ان يتحافظ عليها مفيش حد بي نفسا ضد حد ومفيش حد متداي من حد ده الفرود اللي خرج هو اللي فرحان اللي نزل لما سجل حسام حسن بعد المباراة عبر عن ايستعر طبعا دي كمان مؤكد شغل من الجهاز الفني ان الفرقة ابتدت تستعيد روحها يعني زي ما بقوله قط اللبس شكلها كده اتغيرت برضو حسام حسن لحظة خروجه من الملعب كان حاسس بايه نشوفه ان الملعب كده شكرا كده شكرا شكرا بل 慰 نحس ان الملعب شكرا خيرぁ جا سيلا خير الحبيب حبيب حبيب حساب شكرا اخ وا لا لا اخ لا بن يعني أحيانا القدر يتدخل لك لحظة تعوضك عن حاجات كتير وتبقى لها معنى فيما هو قادم في مشوارك الجون المهم جدا اللي زاد أهميته بعد ضربة الجزائر حسبت على الأهلي كانت حتكلفك المباراة فأصبح الجون اللي جابه حسام هو اللي كسبك فالحقيقة يا رب كل اللعيبة توفق وتستعيد مكانتها لصالحنا ولصالح مصر ولعيب كبير ننتظر منه كتير الصقر أحمد حسن رأيه في سامي أمصان إزاي سامي أمصان أدار مباراة كبيرة ضد بيرامدز تكتكلها إزاي تعمل معها إزاي نشوف أحمد حسن سامي خد المباراة زي ما هو عايز وأنا أعتقد سامي احترام بيرامدز بشكل كبير جدا وتكيس لم يستفيد من احترام سامي ليه لأننا كلنا قلنا أن تشكلته هجومية تشكلته تشكلة تكيس هجومية وتشكلة سامي هي رد فعل وده وضع طبيعي لأنه هو يجل المتاح بالنسباله ده فاشتغل على المتاح بالنسباله وقدر أنه يعمل توليفة جيدة وقدر أنه ينظم خطوطه بشكل جيد وحتى في الشهود التاني حجمات النادي الأهلي هي أخطأ وأنه الأهلي كان ممكن فأكتر من فؤسها لو استغلها بشكل كويس أنا أعتقد أنه كان ممكن يحز منها هداف الكابتن أحمد حسن رأيه أنه سامي خد المباراة للي هو عايزه وده الحقيقة بيكشف عن عقلية هايلة جدا من سامي أم صان أشاد بها كمان النجم الكبير محمد فضل نشوفه حسن حسن أيام مسلماني المكان بينزل فكان حسن ما كانش كويس فقرر بنوعد نقول إيه لازم تنزله وتتكلم معاه علشان ما تحتاجه وتلاقيه فكان بينزله بينزل حسن حسن تلاقي حقيقة حسن يلعب داعتين أو تلات داعة أو أربعة داعة ما فيش فالناس بتيتقولي مش هو ده مهاجم النادي الأهلي أيوة تبتكلم معه لدرجة فيه مرة مباراة نزله أخر ديئة تقريباً ومرة نزله وطلعه حاجة كده يعني ماتشين نزله واخد ديئتين فطبعاً دلوقتي لا وكمان انه انتقضت المؤتمر الصحفي وقال انه ما بيجيبشوا بالزبط وانه انه هيا يعني أفقدوا بعض المنصصها ماتش إستن كومبني يا كابتن شوبير نعم سامي عمصان نزل حسام حسن وجاب جنو وتلغى دكت البداية نعم قبلها ماتش المصري بيستلهم لعيب المباراة بالكامل مارداش يغيره أنا عاوز لعيبة فالنهارده نكسب لعيب طبعاً ماتش إستن كومب ستاشر لعيب ستاشر لعيب لعبه نعم بعدها الماتش اللي بعدها نفس الكلام دلوقتي عندي حسام حسن لسه بيجي حسيات مباراة قسبني مباراة نظر هو يعني اتكلم في النقطة اللي أنا لمست عليه قبل كده المعنويات يعني شفنا حسام قبل كده أما كان بينزل بينزل ميدال دي ما عندهش دوافق مش سعيد مش مستمتع دلوقتي بينزل بيأخذ الفرص وحاسس أنه بيغلت ولدتي من جديد جملة مهمة جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف حقيقة مستوى التحكيم في المباراة كانين أهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة مبارح المباراة في الأداء التحكيم للحاكم الروماني كان مسار اهتمام كتير حتى أنه الزميل إبراهيم فاي الرجل كان أكثر حرصا على التنقيب في المباراة على أي حاجة في ضربات الجزاء وليكابتن أحمد الشناو على التلفون هنبعط لك واحدة أنا بس لاحظت حاجة كان زعلان جدا زعلان ملاحظتش لا مش ده مش ده براهيم اللي بيتنخش بحادية ويبقى موضوعي جدا لا كان فيه حاجة مضيئة قوي قوي وكان عايز يقوله أنه فيه ضربة جزاء وخد بالك من رجل وطول في الكلام كان عايز يطول رجل هاني أكثر لدرجة أنه مورلوش لضربة الجزاء بتاعة الكابتن الشناو بتاعة رمضان من الزاوية الكاشفة اللي بتقوله أنه رمضان ما جاش ناحيته يجي بـ 15-20 سم رامي مع عبدالله السعيد رامي ربيع مع عبدالله السعيد طيب عشان كده عشان إبراهيم فاي وغيره قلنا نشوف رأي التحكيم مع بعض الكابتن ساميرو عثمان في أوم تايم سبوت أما نيجي بقى نبص في الكور ما فيش ولا خطأ من الإيد ولا الرجل لرمي ربيع على عبدالله السعيد استمرار اللعب بل بالعكس راكلة مرمى استمرار اللعب ولو كرة طلعت تتبقى راكلة مرمى فين الخطأ طب ارجع سلنا كده كابتن هل رجل رامي اليمين خبفت رجل عبدالله الشمال رجل رامي اليمين نزلها عن نجيلة بص هو ده بيجري هنا الرجل اليمين هي نزلت هي هتطلع تاني نطلعها تاني كان رعبة عادية طبعا ما فيش رجبة في الظهر خالص 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 لنخلي بالكتب عن دكش صورة تبين هنا بعد موقع أما نيجي على الويد الإيد بتاعت رامي طالما أن ما تعملت سراتش ما تعملت ده يبقى استمرار اللعب هنا فين حكم الفار لا يمكن يكون حكم الفار بالشكل ده يحسب أنا هنا ما نيجي نعيدها تاني لعبة مهمة جدا أنا كابتن أحمد ديت حسبت ليه أنا مش عارف يعني فين الخطة حسبت لأن ننتجة بقت 2-0 وآخر لعبة في المباراة التجايب حكم من أوروبا دي تبقى مشكلة طب فيه شد الشناوي اعترض أنه رمضان صبحي شده هاتهالي بس تاني رمضان صبحي شد رمضان شد الشناوي هو بيلعبها طب نشوف طب نشوف بص بقى ركز بقى سيب ده كله لا يا كابتن ولا حاجة لا أنا مجسد كابتن ساميري يقول يعني مع أيها خلاص بص أنا أقول بص نقف هنا بص نقف هنا بص كابتن هنا الشدة دي دي أنا مش هفتاش في الاستوديو هنا فيه خطأ هنا فيه خطأ هاتهالي أطرد على دي الحقيقة ما هدي بقى نرجع بقى تأكد لي على أول لقطتين ما كانش فيه حكم فار يعني دي فاول دي فاول لا ترجع ليه بقى السبب بسيط أنت عندك لإيه بي بي بحثة بناء اللعبة سواء للهدف أو لركلة الجزاء تجيبها ديتها هنا فيه شد صارخ شد صارخ من لعب بيرميتس حضر كابتن أحمد عندي سوالة كابتن سوالة كابتن سوالي هنا فيه شد صارخ من لعب نادي الأهلي نعم من لعب بيرميتس أنا أسف نعب برميتس هنا حكم الـ VR لازم يراجع بداية الهجمة بداية الهجمة سواء هدف أو ركل الجزاء هنا فيه خطأ دي عندنا واحد موجودة هو ما شافش ممكن حكم المبارات مش هشوف عشان نستخص المرحب طب حكم الفرفي اللي أنا قلت من الأول نعم النزيم طيب كابتن سامير عثمان الشدة بتاعة الشناوي كانت موجودة فيه من رمضان بيقولوا انه مش ضربتين جزاء شدت رمضان للشناوي ورامي ملمسش عبدالله السعيد وما فيش تلامس ده رأي كابتن سامير عثمان رأي الكابتن راكل الجزاء مضحكة جدا 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 على الرمضان ودي بقى الحاجة الغريبة جدا فاش حاجة خالص عشان كده بقولك راح يمالي في كاس العالم يا كابتن كابتن أنا مش عارف ايه المعايير في اختيار الحكام في كاس العالم يعني هذا المستوى لو اتحاد ده النهاردة بيشوف الحكم دوت وانا بيكلم بأمانة الحكم مستوى عندنا حكام مصرين يعني افضل منه بكتير جدا لكن الجزاء رام ربيعة كنت اولا اولا في مخالفة شد لمحمد الشناوي وحنجبها في البداية ونكلم على القانون وعلى التحكيم ايه ادي واحد طبعا هو ما حسابهاش نروح للتانية مفيش افضل اي تلامس حصل للاعب نادي بيرمتز عبدالله السعيد اللي هو عمل تمثيل مسل كابتن بيليل أنا هنا النهاردة في التحايل أنا كحاكم نارد بروح احسن احسن وضربت الجزاء مضحكة طيب الكابتن احمد الشناوي بعد ما شافها رجع اللي اين شوفه صراحة الجزاء اللي تم احتسابها على النادي الاهلي تعتبرت الجزاء غير صحيحة غير صحيحة اه لان هناك مخالفة تمت من رمضان صبح تجاه الشناوي قبل ما بيحصل المخالفة التانية فكان بالتالي كان على حكم الفرق اني نشيك على امر ده وكان يقول له تعالى شوف عشان هي لغيرات الجزاء بص الشد جاء بالفاني لفين بص المجلوز ازاي حتى تعالى شوف ده الشناوي رجع اتصل بابراهيم فايو وقال لو انا قلت لك انها ضربت جزاء لأ شفت الشد بتاعت رمضان صبح للشناوي يخلي ولو كان جابه الزاوية المزبوطة كان برضو حيث طب كابتن جهد جريش حشوف اخيرا ديئة 94 فاطمة ضيع ركل الجزاء تم احتسابها لنادي بيرميدز نفس اللعبة اللي كانت في الشرط الأولاني الحاكم ما احتسبهاش هنا مش متفق مع الحاكم في القرار ما فيش لدفع ما فيش اهمال وفيش تنامس حصل بين مدافع مهاجم بيرميدز الدفع اللي موجود ده لا يرقى ما فيش تنامس حصل في الرجل وبالتالي ركل جزاء غير صحيحة تم احتسابها لبيرميدز ده مستوى التحكيم ضربة جزاء غير صحيحة في الخطأ الأول والتالي مش مهندس وفاز الأهل شوف الجملة الأهلة كابتن نصر عباس حكم دون المستوى دون المستوى فيه يبقى أفضل منه هو كان الغرض من تعيين هذا الحاجة ألف مبروك للأهل التآهل وكل التوفيير للأهل في مباراة سموحة الأربع إن شاء الله في الدوري دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله أسبوع الخير